وجه مدعع محافظة مأدبة تهم الشروع بالقتل والاعتداء على رجال الدرك لثلاثة أشخاص من لواء ذيبان وذلك بعد مطالب محتجين خلال الليلة الماضية بالإفراج الفوري عنهم وعدم خضوعهم لأي تحقيق مطالب المحتجين أدت إلى حالة من التوتر وتسببت بعودة المظاهر الأمنية في عدد من مناطق اللواء مساء يوم أمس التعطل عن العمل العنوان الأبرز لما تشهده ذيبان من أحداث أعادتها إلى واجهة الحديث والتداول فبعد سلسلة من التفاهمات بين المحتجين والجهات الرسمية خلال الشهر الماضي تتناول إيجاد حلول لمشكلة البطالة في اللواء عادت مظاهر التوتر إلى اللواء بتجدد المواجهات بين عدد من المتعطلين عن العمل وقوات الدرك والتي قامت بفض اعتصام لهم وهدم خيمة لهم كانوا قد أعادوا بناءها في وقت سابق من مساء الأربعاء بالقرب من دوار ذيبان في مركز اللواء إعادة بناء الخيمة جاءت وفق معتصمين بعد إعادة توقيف ثلاثة أشخاص على خلفية الأحداث التي شهدها اللواء الشهر الماضي وعدم إيجاد حلول لمشكلة المتعطلين عن العمل الأحداث التي شهدتها ذيبان وعلى مدار الليلة الماضية رافقتها مظاهر التوتر والإضطراب في مركز اللواء واتسعت لاحقا في عدد من الأحياء مدعي عام مادبة قرر صباح الخميس عدم اختصاصه بالتحقيق بقضية الموقفين الثلاث منذ منتصف شهر رمضان الماضي والذي يطالب المحتاجين بالإفراج عنهم فورا مقررا إحالتهم إلى مدعي عام الجنايات الكبرى للتحقيق معهم كما أسند المدعي العام لهم تهمة الشروع بالقتل والاعتداء على رجال الدرك